السلام عليكم مرحبا بكم اسمي ياسين سابقا يا اسيقاء لقد لعبنا بالسيارات الطويلة جدا قمنا باللعب بأكبر طائرة في التاريخ اليوم يا رفاقي شيء الذي سنفعله هو أننا سنصنع أطوال طائرة في التاريخ لعبنا بأكبر طائرة اليوم سنحوي صناعات أطوال طائرة في التاريخ كما تشاهدون الذين هاتي الطائرة هي أكبر طائرة عندنا في اللعبة سابقا قمت بتنصيب أحد الموضة التي ستسمحوا لي هاتي الطائرة لكي تتحول لأضعاف مضاعفة جربنا ذلك الموضة كان خطير جدا اليوم الشيء الذي سنفعله يا اسيقاء هو أننا يا اسيقاء لو في يأسا نستعمل الموضات والشيء الذي سنفعله هو أننا سنصنع أطوال طائرة في التاريخ وسنكتير فيها رفاقي ما هو أقصى حديث من الوصول لها بالنسبة لهاتي الطائرة أطوال طائرة في التاريخ طريقة صناعاتي الطائرة باستعمال موض المينيو بالطمئة لها الشيء الذي سأفعله هو أني سأقوم باختيار طائرتي سأقوم باختيار روني إن بليس وسأفعل لها كوبي قد انفجرت يا رفاق الأوفياء واو 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 قمنا بتفجير الطائرة مع الفيديو ما كان علي فعل ذلك صراعاته الآن نجح الأمر لا تقلقوا يا رفاق الأوفياء وبعدها الشيء الذي سنفعله هو أننا سنحاول تحويل هذه الطائرة بهذه الطريقة وتمريرها للأمام نقوم بإضافة السرعة لطبيعة الحال نقوم بتمريرها للأمام بهذه الطريقة يا رفاق الأوفياء والشيء الذي سأفعله بعدها هو أنني سأحاول رابط الطائرة رقم واحد بالطائرة رقم اثنان وبهذا فإننا سنقوم بصناعة أطوال طائرة في التاريخ هل تلك الطائرة ممكنة سياقتها؟ أعتقد بأننا سنستطيع سياقتها يا رفاق الأوفياء أتساءل أم كيف في إمكاني رابطها بدون حدوث أي مشاكل أريد صراحة كذلك ربطها بطريقة جيدة جدا هكذا لأن صراحة لا أريد أن أقوم بإدخال مؤخرة هذه الطائرة في الطائرة ولكن نستطيع رؤية بشكل جيد رغم كل هذا سأحاول رابطهم هكذا تقريبا هذه المساحة فإنها جيدة جدا الآن الأمر الثاني ما علي فعله فقط هو اختيار هذه الطائرة والشيء الذي سأفعله سأتي لأطاش منتا أوبتونز وسأختار أطاشتو صامتين وبعدها الشيء الذي سأفعله هو أني سأقوم بربطها بالطائرة الثانية كما تشاهدون وسنقوم باختيار كيب ويرد أفوزيشن بوم وبهذا فإن هذه الطائرة الأولاء مربوطتهم بالطائرة الثانية الآن سنفعله تجربة وسنكتف الشيء الذي فعلته هو أني قمت باختيار الإنفينسيبل هنا لأن الطائرة ستنفجر مع الأسف إذا قمت بنسخها من ضروري صراحة اختيار الإنفينسيبل بالنسبة لياتي الطائرة التي سنقوم بسياقتها سنكتف الآن يا رفاق الأوفياء سنستطيع سياقتها وما الذي سيحدث بالضبط عندما في هذا المقطع سنحاول تجربة هذا الأمر وسنحاول صناعات أطول طائرة في التاريخ ركبت؟ نعم لازلت فروزن إن بليس سيجب عليها حدف فروزن إن بليس كذلك لكي أستطيع سياقت الطائرة واو 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 شاهدوا يا زيقيلو فيها أستطيع سياقت هذه الطائرة الآن يا سلام لكن عليها الحضر لأن طائرتي لحد الآن يمكن التحرك ليست إنفينسيبل يعني ستنفجر في أي طحضة بالنسبة للطائرة أمامنا لن تنفجر فقط لكي لا تحدث عن المشاكل الآن الشيء الذي سأعفله هو أني سأقوم بنسخ طائرة الأولى مرات عديدة وبعد الشيء الذي سأحدث ببساطة هو أننا سنقوم بصناعة أطوال طائرة في التاريخ واو 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 علي تشغيل يا رفاق لحيث دائما لكي لا مجهد كان النزل بهذه الطريقة ممكن أن يموت فراكي في أي طلاح دا وهكذا يا رفاقي سنقوم بصناعة أطوال طائرة في التاريخ وممكن أن تكون هاته تجرب من بين تجربة آخيرة جدا في قناة ياس بليس وقناة ياس بليس اقتربت للنهاية بسبب أن الدعم قدير جدا مع الأسف لأرباح نزلت للحضير لمشاهدة نزلوا كذلك للحضير على قناتكم قناة ياس بليس في أي طلاح دا سأترك اليوتيوب يا رفاقي لهذا السبب أريد أن أستغل لهذا المقطع وأن أشكر جميع الأصدقاء الأوفية شكرا من القلب لجميع الشباب الذين يدعمونا منذ البداية تخيلوا منذ سلسة 2015 سبعة سنة يا رفاق وأنا أنشر المقاطع على اليوتيوب أريد أن أشكر الجميع الذين يدعمونا منذ البداية تحياتي لكم يا رفاقي شكرا لكم من القلب إلى القلب أكيد لكل بداية نهاية ونهاية ياس بليس لقد اقتربت تحياتي لكم إذا أردتم من الاستمرار فمعليكم فعله فقط ودعموا بالضغط على زر لايك نشر المقطع أنتم لا تقومون بنشر المقاطع مع الأسف وكذلك الشيء الذي تفعلون هو أنكم تشاهدون المقاطع بدون الاشتراك في القناة نسبة تقريبا تسعين في المئة من المشاهدين فإنهم غير مشتركين وهذا فإننا لا يستعيد مع الأسف كان حلمي صراحة هو الوصول لمليون مشترك في القناة فإذا بي أتفجأ بأننا وصلنا لأكثر من خمسة مليون مشترك في القناة وأردت الاستمرار من أجل الوصول لعشرة مليون لكن مع الأسف يستحيل فعلها بسبب الدعم القليل بطبيعة الحال المقاطع لا تصل للناس رغم التعامر ورغم كل المجهودات التي نبدلها لكن أكيد لكل بداية نهاية لدي صديقي يقوم بفعل المونتاج لي إلى آخرين مع الأسف إذا استمرارنا هكذا بعد ثلاثة شهور أو أربعة شهور لن أستطيع دفع المال له الشيء الذي سأفعله هو أنني سأتوقف عن دفع المال لذلك الشخص وممكن أن أستمر فقط في فعل فيديوهات عادية جدا المونتاج سيكون عادي لن تكون لا أنيميشن ولا أي شيء سبب ضيق الوقت بطبيعة الحال وبعدها عندما ستنزل القناة للصفر أكيد سأترك اليوتيوب لهذا السبب أريد أن أستغل الفرصة وأن أشكر الجميع تحياتي لكم يا سيقائل أو فيا صراحة لقد استمتعنا سبعة سنين في اليوتيوب وأكيد لكل بداية نهاية وأعتقد بأن نهاية ياس بليز لقد بدأت حسن يا رفاقي سأشغل الآن أقوم بصناعات أطول طائرة في التاريخ وبعدها سأعود لكم سأشغل الآن وعدت لكم يا سيقائل بعد قليل من العمل لاحظوا يا رفاقي الأوفية استطاعت إيصال الطائرات حتى هنا الآن لكي لا تحدث لنا أي مشاكل علينا الطيران للهواء يا سيقائل وبعدها تتم ترابط الطائرات في الهواء حسنا سنحاول الركوب الآن في هذه الطائرة وسنكتشف هل الأمور تشغل لحد الآن هنا قمنا بتحطيم الأرقام القياسية لأننا صانعنا أطول طائرة لحد الآن فإننا قمنا بصناعتها إذا هناك مشاكل سنكتشف يا سيقائل هل في إمكاني الآن طيران أم لأني حتى الآن أستطيع الطيران ممكن بسبب التجميد نعم بالفعل فروزنا إيمبليس نحي فروزنا إيمبليس واو 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 واية واو 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 device راقموا يا الفاقي اصبحتنا استطى ان نحرك الان وبياتف ان نسلك الققب بنا بالصناعات اى طوال طائرة في التاريخ لما لا نعودو لي الخلف هسنا نتوقفي توقفي توقفي توقف Let's go نعودو لي الخلف وساكتف الان فهل في امكاني اضافة مزيد من الطائرات spa 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 تم ارسالى نعم استطيع اضافة واحد اثنان ثلاثة اي بقريب ثلاثة و ارابعة طائرات صام Tyr سأقوم بإضافة ثلاثة طائرات فقط وبعدها سنحاول الطيران في السماء وسنكشف كما هو العدد الأقصى الذي يمكن إضافته من الطائرات استطعت إضافة ثلاثة طائرات كما تشاهدون الآن يا رفاقي هنا بصناعة أطول طائرة في تاريخ نستطيع التحكم بهذه الطائرة وهيالك هناك نكشف مرة أخرى يا رفاق هل سنستطيع الآن الطيران في السماء إذا استطعت فعلها سأكون سعيد جدا راقبها المحرك اشتغل لحظة الحقيقة الآن لماذا لا أستطيع التحرك واو واو أستطيع أستطيع لكن صارة واو واو هناك طائرة يا أثيقة لليس متأكد شيء لديها حدث لها انتظر 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 لس متأكد شيء لديها حدث لديها تلك الطائرة فما ما يصبح سأحاول الوقوف سأكتشف يا أثيقة لماذا تم حدف الأطاش متى بالنسبة لهذه نعم هذه الطائرة تم حدف الأطاش متى فيها لا أعرف لماذا الأمر خطر صراعا يحتاج الكثير من التركيز فيلا كذيف لنحاول إعادة الأطاش متى الآن بالنسبة لهذه الطائرة جيد فعنا الأطاش متى الآن جيد 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 جميع الطائرة تم فعل الأطاش متى يا أثيقة لو فيها الآن لحظة الحقيقة هيا بسرعة 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 واو 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 أطول طائرة في التاريخ راقبوا عني وانفاقنا فيها يا سلام هاهاها لا وصدقوا هالصراع وهذه فقط البداية لا تقلقوا لي أبني لا زيد سأقوم بإضافة مزيد من الطائرات وبهذا فإننا سنكون قد استطعنا صناعة لحد الآن أطول طائرة في تاريخ لعبة جيدة F5 ولا تنسوا كذلك بأنها لا زال لدينا ذلك الشيء هناك نعم 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 هذا الطاور هو خاص يا رفاقي بالصين عندما صفرنا للصين إذا تذكرتم لا أعرف شيء الذي حدث لكن ذلك الطاور دائما يظهر هنا في هذا المكان بعدما صفرت الصين كأن ذلك الطاور لقد جاء هنا لهذه الطفوة بقية في هذا المكان ها يا سلام راقب راقب نحن نطير الآن في الهواء شيء جنوني صراحة أطول طائرة في تاريخ لعبة جيدة F5 استطعنا صناعتها أخيرا سأحاول الطائرة لوسط الخريطة تقريبا بالقرب من الفاين وورد وبعدها الشيء الذي سأقله هو سنتوقفوا في السماء نقوم بتخفيض الوقت لكي يتم تجميل الوقت أو نقوم بتجميل الطائرة لمشكلة لدينا حلام لا تليس لهما بطبيعة لها سنحاول الطائرة كذلك للسماء كثيرا أنا سعيد لحد الآن في هذه النتيجة لأننا وصلنا لهدفنا من هذا المقطع وهو صناعة أطول طائرة في تاريخ استطعنا فعلها باستعمال الموضات لكنني أريد يا رفاق إضافة مزيد من الطائرات لكي أكتشف ما هو الحد الأقصى وهسا نستطيع صناعة طائرة طويلة جدا يدوم طولها على خريطات جتة F5 سأقوم بتجميل طائرتي وبهدف إن جميع الطائرات سيتم تجميلها كما تشاهدوني بجميل الطائرة فقط تم تجميل جميع الطائرات الطائرة هناك فإنها تقريبا في وسط المدينة والطائرة هنا وصلت فوق من جبل فاينوود نعم جبل فاينوود إيجا رقب الضل يا سلام لأنني قمت بي رافع لغرافيك الخاص باللعباء للإلطرة كل شيء عندي في لعبة جتة F5 فإنها إلطرة لهذا السبب سنلاحظون بأن الخريطات أدارك لا يمكنكم رؤية جبل مونتنا يمكنكم رؤية ماطر تريفر بالديتيال يعني التفاصيل تستطيعون رؤية السيجن إلى آخرين وهذه هي قوة الغرافيك في لعبة جتة F5 الآن سنبدأ العمل العمل سيكون طويل جدا لأنني سأقوم بنسخ عدد كثير جدا من الطائرات يا أصدقاء ممكن أن نقوم بنسخها في الأمان وكذلك سنحاول نسخها في الخلف الأمر سيكون خطير جدا ولن يكون سهلا أبدا لهذا السبب يستمتعون معي بهذا المونتاج البسيط ترجمة نانسي قنقر 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 عدد طائرات الضل في جبل مونتشيلان ونحن أين نحن نحن هناك بالنوكليب في الناس يتطلب من الأمر تقريبا عدد كثير من الوقت لكي نستطيع الوصول لطائرتنا وأتسأل أصلا أين هي الطائرة لأنني فقدتها يا رفا الطائرة فقدتها كذلك في الأطاشمنت أصبحت أفعل أطاشمنت فقط في الكورينت لس متأكيدة لتلك هي الطائرة هنا أملا سنكشفوا الأمر بعد الحدث تراقبوا الطائرة الأولى هانا عنده هنا قمنا بسنات أطفل طائرة في تاريخ مع الأسفات المقاطع يا أثقائي ستشتاقون لها وأنا متأسف صراحة يا شباب بسبب أنني سأطرق اليوتيوب بطبيعة الحال لكن ليس باليدي حيلة صراحة دعم أصبح قليل يوتيوب العمل فيه فإنه متعب أنا الآن أحاول التقاطع الأكثر لا أستطيع ولس متأكيد أصلا أين أنا لس متأكيد أين أنا بالضبط لا أعرف أين أنا هل هذه طائرتي ممكن أنها هذه IRS لا 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 ليس الطائرتي تلك لس متأكيد لكن على الأقل لقدشتغلت نعم هذه إطارتي هي هي تحرك الناس مشكلة مشكلة واو 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 لا Ich متأكد شيء الذي حدث لكن شيء الذي أنا متأكيد منه هو أن أمني قمت بإنقاذ الموقف شي 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 لا أستطيع ويأسق السياقان انه الان اسطح 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 طائرات لقد اختفد Tribanfit من قطmer مثلها هناك طائرة داخل من طائرتي هناك طائرة وسط من طائرتي راقب راقب رأيتم طائرة وسط من طائرتي سنقوم بجميد وقت مثل اذا حاولت النزل انا الآن في الديار انا الآن في الديار م skincare هناك طائرات وسط من طائرتي ذلك هو السبب الذي جعلني أمايد يرتبت لي هاتي للقليتش سأقوم بإصلاح هذا المشكل انتظروا الاولى النارة واو 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 اوووووووو بعض من الطائرات هنا التسقت بطائرتي يا؟ وبعض من طائرات الأخرى كانت شاهدوا لم يتم فعل الاطاش مثله لأنه لو دفعني الاطاش مثلي طائرة واحدة على أحدها الشيء اللي سيحدث لنا ستطيعه أبدا شي 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 نزلت الطائرات لين وصلت تلك الطائرات لازلت الاعرف باي لكن عليها اكتشاف الأمر حسنا مش دبت جميلة لوقتها هي طائرتي بسرعة كبيرة استطع إضافت بعض من الطائرات هنا في الوسط وشاهدون الطائرة الغرقت الطائرة الأولى هل الطائرة الأولى غرقت الآن أم لا؟ هذا هو السؤال المطرع يا سلام نعم طائرة الأولى لقد غرقت يا سلام لكي تعرفوا تتأكدوا طول هذه الطائرة فإن طولها صراحة لا يصدق طول هذه الطائرة لا يصدق ولا أستطيع أن تحكم بشكل جيد لا أعرف لماذا عن سبب الوقت الآن أستطيع يا سلام ونحن الآن فوق يا رفاق من الطريبين والطائرة لا أعرف أين هي لكن طائرة لقد دابت دابت للصين طائرات الآن وصلت للصين ويعلى زيلها في أمريكا هذا الطائرات كثير جيدا سأحاول إصلاح هذا المشكلة لكي تدهر الطائرات بشكل جيد نقوم بتخفيض التوقيت وسأحاولي يا أصيقاء اختيار طائراتها لست متأكد هل أنا الآن أختاروا طائرتي أم لا؟ هذا هو السؤال المضروح لي أنا لا أريد حدف طائرتي طائرتي ليست جيدة وبالنسبة للطائرات الأخرى لا أستطيع اختيارها وهذا مشكلة كبيرة لأن هناك الكثير من الطائرات وسط من طائرتي كما تشاهدون يا أصيقاء الكثير من الطائرات وسط من طائرتي المهم الشيء الذي سأفعله هو أني سأحاول نسخ هذه الطائرات ثلاثة الطائرات نأتي إلى هنا سأقوم بحذف الطائرة الأخرى لن أهتم أقوم بحذفهم الآن أضغطها شوائيا فقط حتى استظهر الطائرات المجمدة وبعدها سأقوم بحذفها لا أعرف لماذا يا رفاقي بقيات مجمدة داخل من طائرات لازلت هناك طائرات أخرى جاية طائرتي لقد بقيت الآن أتسأل هل في إمكاني السياقة؟ لا 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 لازلت هناك طائرات أخرى علي حذف تقريبا أغلب الطائرات ليستنفع الـ ها هي طائرتي الآن؟ نعم بقيت طائرتي الوحدة قمنا بحذف جامعة طائرات نعم لازلت هناك طائرات أخرى هناك طائرات أخرى مختبئة داخل من طائرتي لكن أين هي بضطرت يا صعوب يا أصيقاء نعم موجودة بالخلف من طائرتي مئة في المئة المهم سنقوم بفعل جميد لطائرتي نعم ها اخترت طائرة أخرى لازلت بقيت طائرتان فقط لا أعرف أين هي طائرتي بالضبط لكن من الضروري جميد والأن شيء الذي سأفعله سأقوم بنسخ هذه الطائرات لكي نقوم بإيصاليها هنا وبعدها سأكشف فقط بهذا لأنكم شادتم شيء الذي حدث ببساطة لا أريد أن يتكرر هذا المشكلة قد قمت بإصلاح الأمر يا رفاقي الأوفياء وبهذا سنكون قد قمنا بصناعة أطوال طائرات لازلت لي وحدها لم أقم يا رفاقي بفعل أي شيء لها وما لازلت لي وحدها الآن سنفعله تحدي وهو تحدي النزول في المطار وأتمنى فقط لا تنفجر طائرتي لكن بالنسبة للطائرات الأخرى أنا متأكد بأنها لن يحدث لها أي شيء لمطار فإن هناك في الأسفل أتي الطائرات الأخرى لقد تركناها نلتقي لاحقا لأنها لم يتم فعل الأطاش مثلها بشكل جيد ومع الأسف تحركت لو لما أتحرك كنت سأحاول فعل الأطاش معني تحركت لا يهم الأمر وبهذا سنكون قد قمنا بصناعة أطول طائرة في التاريخ أتوقع بأن هذه الطائرة فإن طولها تقريبا لا يساوي الخريطة كلها لكن يساوي أكثر من ثمانين في المائة من طول الخريطة طول الخريطة الجديدة 5 وسأدير لكم بالدليل والبرهان الآن طائرات أنا متأكد بأنها دخلت في الماء في هذه الأفناء طائرات عندنا في الأمام مئة في المائة دخلت في الماء وسنحاول يا رفاق النزول بطريقتي أو بأخرى وسأدير لكم هذه الطائرات هذه الطائرات صراحة استطعنا استعمالها في صناعات أطوال طائرة في التاريخ ومن الجيد أنني قمت بوضع هذه الطائرة في الخالف لكي أستطيع التحكم فيها يا أصيقاء بطريقة جيدة جدا الآن طائرة أمامي أنا متأكد بأنها دخلت وسط من الخريطة مئة في المائة ستكون قد دخلت وسط من الخريطة ياسم تقوم بإخراج العجلات هل أخرج العجلات أصلا نعم 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 أخرج العجلات هناك طائرة نازلة كذلك الطائرة الـ Fly US نعم الطائرة الأخرى كذلك هيا بسرعة 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 سننزل 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 هيا توقفي توقفي مع الأسف علي الطائرة علي الطائرة لماذا لأنني لم أنزلي يا أصيقاء جيدا علي الطائرة لكي لا أدري ما فيجي القطاع الحديدية هناك لو طرفت بها كنا سننفجر قبل هذا نقوم بخفيض توقيت بياتي الطريقة لكي أدري لكم الطائرات ها هي طائرتنا لدي فكرة أخرى سيناكشيف هل سنصيل surfاضة أم لا بدأ قمنا بسيأة PRESIDENT نريد الطائرة للسماء نحو الشمس نوجه الطائرة ناحو الشمس واا ما الذي حدد sign ضعت الطائرة على ماعتقي المهم راقب وراقب 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 على الطائرات يا 앞에 gentleman الطائرات طائرة لهربية אحي LOOK ممكن أن تنفجر الطائرة يارفق الذي سأ racial aid أجل لك بيizaçãoه لا است remarks لا يا سأل تخفيضة كلاه يتعجونك المهم هذه هي أقصى طائرة تقريبا رقب لم يحدث لها أي شيء لابناني اخترت لأيين فينسبل واو 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 يا سلام شهده على الطائرات مشكلة لقد توقف المحرك رأيتم طريقة النزول توقف المحرك بسرعة 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 يتحكوا فيها الآن سنحاول النزول بطريقة احترافية العجلات خارجات جيد أعتقد بأنني سأفعلها في هذه الأثناء لأنني سأقوم بتخفيض الوقت فأصلا بقافل المحرك الآن طائرات كما تشاهدون لقد دخلت وسط من الخريطة لكن لماذا لم تنفجر ببساطة لأننا اختارنا إنفينسبل لهذا السبب طائرة لم تنفجر ودخلت وسط من العالم واختارنا كذلك فروزن يعني أنها مجمدة لو لو أقوم باختياراتي الأشياء لم نكن أصلا لكي نستطيع صناعات أطوال طائرة في التاريخ بالفعل مررنا من تلك القطع الحديدية الآن سننزل 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 نزلنا نزلنا سمعت العجلات نعم نزلنا نزلنا بطريقة احترافية يا ثقائي لو فيها يا سلاف واو التجربة خطيرة جدا ممتعة يا ثقائي لدي في جعبتي لكثير من تجارب كثير من الأفكار الخاصة بالمقاطع لكن مع الأسف الدعم فإمنا غير موجود وكما قلت لكم إذا كان هناك دعم يا أصحائي والشباب الذين يشاهدون المقاطع يشاركون فإمني سأصمر لكن مع الأسف إذا لم يكن هناك دعم فإمني سأترك اليوتيوب كما فعل صديقي M3YGames وهو كانت لدي قناة خاصة بلموضة الخاصة بجتئف ماي بعدما اكتشف بأن الدعم قليل لقد تترك القناة هو ذهب وبالفعل كما تشاهدون طائرتنا هنا وهذه هي أطوال طائرة في التاريخ كمنا بصناعتها هذه الطائرة لقد دخلت يا رفاقي وسط مدن العالم وهنا شيء جيد جيد Let's go Marana بالقرب من الجزيرة هذه الجزيرة لقد قمت بحد فيها لكن لازلت لم أحد فيها بشكل جيد وهنا نحن داهبون 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 اضافة المزيد من الطائرات لكنني لم أريد فعل الأمر خفت صناحتها من أن تقف أو تتوقف لعبات جتئف فايف وكان هذا هو الهدف من هذا المقطع وهو صناعة أطوال طائرة في التاريخ هل سنستطيع يا رفاق الوقوف هنا فوق من هذه الطائرة والذهاب والمرور فوق من الطائرات لا أعرف إذا قمت بفعل الأطاشمنت نعم الأطاشمنت لحد الأن فإنها جيد يعني لا أستبعاد أنني سأستطيع استعمال هذه الطائرات وسأستطيع العودة يا رفاقي للمطار بدون السباحة وبدون الاحتياج لإستعمال الموضوع في نعم لأن نفاع الأطاشمنت بطريقة جيدة الآن وبعد مدة ليست بالطويلة ها نحن دا وصلنا هناك طائرة أخرى لقد جاءت كذلك نزلت طائرة الصفراء تلك الطائرة في أغلب الأحيان فإننا الساعة هي إمام اللابرازي هي إمام الليميكسيت وبالفعل يا أثيقائي استطعنا فعلها وها نحن دا وصلنا للشور الخاص في البعاء وسنستطيع الدخول أصلا للمطار بدون الاحتياج لتدميرات الحدود وبهذا سنكون قد حققنا نتيجة خرافية جدا وقمنا بسياقات أطوال طائرة في التاريخ وصنعنا أطوال طائرة في تاريخ لعبة جدا فايا بعدما قمت بتجربة لموضوع السابقة تعيبنا بأطوال السيارة سيارة الليموزين وكذلك سيارة الهامر وهنا يا رفاقي استطعنا تحقيق نتيجة خطيرة جدا وهي أننا قمنا بصناعة أطوال طائرة في التاريخ أما بالنسبة لي هنا تكشف فقط بهذا المقطع سمنا من أعزبكم وفرنامينكم دعموا نطقة عزيز الله مشروع مقطع مع أصدقائكم والشركة كي تستاعدون لأبناء هدفنا هو الوصول لعشرة مليون صديق في القناة حتى ذلك الحين أنا معكم ياسين استبيعكم الله وليد العصد ودعه ولا تنسوا بأن السلام وخير ختم اشتركوا في القناة